بعد تدخل المرموقين في الجزائر في الشأن الداخلي الليبي خرج علينا السعلوك عبد المجيد تبون لينكر تواجد المستعمر داخل عاصمتنا الأبدية طرابلس وإنه حكومته داعمة لبيادق الفرقاطة الثانية والاستعمار العثماني القطرائيلي على حساب الاستعمار الخماراطي الروس الجنجاودي فحال الدول اللامجاورة كما تعودنا الغضر وتسليم رقابنا للمستعمر طيلة العقود الماضية فمن دعم جبهة غراق ليبيا للتحالف مع القردوغان حال المرموقين في الجزائر ومافيات المال اللوتية تدعي الجيرة وترانا أرض سائبة للمستعمر ومصالح المرموقين الاقتصادية